أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي ومتتبعين الكرام في فيديو جديد وأخبار جديدة وحصرية دائما تخص خليل إبراهيم جيهان وسيلة تورك أغلو قبل الخضوع في تفاصيل الفيديو لا تنسوا دعمكم لي بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد وترك تاريق ولايك توقع الجميع تهنئة سيلة لخليل إبراهيم جيهان في هذا اليوم الخاص له لكن ذلك لم يحدث على عكس التوقعات لم تهنئ سيلة تورك أغلو خليل إبراهيم جيهان وكلنا نعرف لماذا رغم أن العديد كانوا يقولون أنه كان يجب على سيلة تورك أغلو تهنئة خليل إبراهيم جيهان على أي حال هذه ليست مشكلة على الرغم من أن خليل إبراهيم جيهان لم يتلقى رسالة تهنئة منها إلا أنه تم تهنئتهم من طرف أشخاص ستفاجأون من سماعهم بدأت نظمية يرماز التي قالت له أنت رجل جميل كما أن بيرات روزكار أوزكان الذي قال له أخي العزيز خليل وهنأوه بعيد ميلاده كما أن شريكته الجديدة نانوكا أرسلت رسالة قائلة له عيد ميلاد سعيد أفضل شريك لي أنا سعيدة لأنك هنا كما أنها تعطي رسالة مفادها أن لديك شريكة تهنئك حتى لو لم تكن سيلة وهذه هي الطريقة التي استجاب لها الممثل خليل إبراهيم جيهان لهذه الرسائل العاطفية حيث قال إنه شعور جيد أن تحب وأن تحب ما مدى صحة أن يختبر الشخص مشاعره الحقيقية تأتي وتذهب بعيدا عن المخاوف بصدق ومن الداخل أشكركم جزيلا على إخلاصكم لأنكم لم تتركوني وحدي في هذا اليوم الجميل كل التوفيق لكم وتلقى الممثل الشهير مفاجأة خاصة ليس فقط من زملائه ولكن أيضا من معجبيه وبينما تدفقت رسائل التهنئة من جميع أنحاء العالم على الممثل الوسيم لفتت بعض التهاني الهادفة والعاطفية انتباه المعجبين بما فيهم خليل إبراهيم جيهان لدرجة أن جماهير الممثل من الدول الأجنبية قدموا له تبرعا خاصا وهذا هو مغزى الهدية لعيد ميلاد خليل إبراهيم جيهان حيث قام معجبون خليل الإيرانيون بجمع أدوات مكتبية لـ 187 طالبا وتقديمها كهدية للطلاب المحتاجين باسمه تضمين هذه الكلمات في التبرع متمنيين لهم الصحة والسعادة وحياة مليدة وجميلة مع أحبائهم واستمرار التوفيق وأصبح 187 طالبا سعداء بسبب خليل إبراهيم جيهان وهذا سيعطيه شعور بالسعادة والطاقة الإيجابية كما أيضا تبرع مجبوه بالمال لجمعية الأطفال المصابين بصارطان في تيبرز بإيران نيابة عن خليل كهدية عيد ميلاد لخليل من ناحية أخرى لم يضل خليل إبراهيم جيهان غير مبالي بكل ما قيل وعبر عن سعادته بالكلمات التالية على حسابه على الأنستجرام قائلا أنا ممتل لكم جميعا على آلاف الرسائل التي أرسلتمها لي ولمتمنياتكم الطيبة التي لم تتركوني وحد في هذا العصر الجديد وأود أن أعبر عن شكري اللامتناهي لمحبي الأمانة الأعزاء الذين مسوا آلاف القلوب بنشاطاتهم أصدقائي ومتتبعين الكرام إلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو وإلى اللقاء وبعدنا إن شاء الله يتجدد في فيديو جديد وأخبار جديدة وعيد ميلاد سعيد لخليل إبراهيم جيهان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة